من الذي له الحق في تخطئة العالم؟ عالم مثله أم أي أحد من الناس؟ ممتاز، الأصل أن الذي يخطئ العالم عالم مثه، هذا الأصل إذا كان عالم لا يخطئه العالم مثه ولكن إن كان فيه طالب علم، مطقن، وهو مطقن لهذه المسألة ليس مستوعباً لكل العلم لكن مطقن لهذه المسألة التي تكلم فيها العالم وهو قد استوعب ما فيها يمكن أن يخطئ العالم، نعم يمكن أن يخطئ العالم لأنه صار علماً في هذه المسألة وإن كان العالم أعلم منه في باقي المسائل أما الإخوة الذين لي علم لهم لا يجوز لهم بحال من الحال تخطيئة العلماء ولا التجرؤ على عراض العلماء فإن هذا فيه فتنة لهم ولغيرهم وإن هذا فيه تجرؤ وتقدم بين يدي الله ورسوله لا يجوز لأحد أن يخطئ العالم إلا من كان علما أو له حظ من العلم